انضم علينا لتعليق وتحليل من كيابة دكتور عماد أبو الرب رئيس المركز الأوكراني للتواصل والحوار أهلا بك دكتور على شاشاتنا الغد يعني نقطة للنقاش هو مسألة إقالة كل أو جميع رؤساء مركز التجنيد السبب كان شبهات فسادة دكتور عماد أو خيانة أيهم أضغط تحياتي لكم أستاذ محمد ورساعدة المشاهدين واضح أن هذا الإجراء هو الأول من نوعه أن يتم تغيير رؤساء الإدارات سواء عسكرية أو حتى إدارية مدنية على مستوى أوكرانيا سواء وقت الحرب أو ما قبل الحرب ولكن واضح أن الحرب دائما تسفر للأسف عن وجود جزء من التسيب الإداري أو الفساد إضافة إلى بعض الحالات قد تحسب على تهمة الخيانة لكن حتى الآن لم يوجد أي اتهام لهؤلاء رؤساء المفوضيات العسكرية سواء بعضهم أو جزء منهم بالخيانة الاتهام واضح بالفساد والفساد سببه كما هو بعروف ما السبب؟ أن هناك كثير نحن أوكران من أصول عربية على سبيل المثال مواطنين يشملنا القرار العسكري بعدم مغادرة أوكرانيا وكل من يغادرها بدون إذن بتصريح رسمي يحاسب ويعاقب وبالتالي البعض يلجأ إلى أخذ تصريح ولا يعود بعد انتهاء الفترة صلاحية هذا التصريح التي غالبا لا تتجاوز الشهر وبعضهم يدفع مبالغ مالية أو يحصل على إعفاء من خلال اللجان الطبية العسكرية التي تشخص أن لديه إعاقة تمنع من المشاركة في اللحر أنا أتفق مع هذا الطرح دكتور عماد لكن لا أفهم طياطه وربما يعني الشيطان يكمن في التفاصيل لكن ما أفهمه من مركز التجنيد يعني ناس تتطوع لدخول الجيش فما هو الفساد في الأمر أخرون لا يرغبون في الدخول أو يتركون ميدان الحرب يعني لا يردون القتال يا دكتور عماد فما هو الفساد في هذا الأمر هي رغبة إنسان يعني إما أن يشارك أو لا فلا أفهم الفساد فيه يعني صراحة منذ اندلاع الحرب 2014 كانت مسألة المشاركة في الحرب هي طوعية ولكن منذ 2022 فبراير 24 الشهر الماضي كان هناك أعلان الأحكام العرفية وأيضا دعوة الرجال للانخراط في الجيش حتى هذه اللحظة أستاذ محمد لم يتم إجبار المواطنين الأوكران على المشاركة في الحرب أنا أقول هذا وأنا مواطن أوكراني وأتابع شأن جميع المكونات الأوكرانية وزرت كافة الأقاليم لكن هناك نسبيا بعض الذين كانوا سواء عملوا في الجيش تقاعدوا أو فصلوا أو يعني انتهت فترة عملهم كانوا أول من استدعي إلى الحرب بحكم أن لديهم خبرة عسكرية وعندما احتاجت أوكرانيا إلى مزيد من الجنود أيضا استدعت جزء ولكن هناك كثير من الشباب والرجال بعضهم لا يدرس في الجامعات وبالتالي الأصل أن يجبر على الانخراط في الجبهة حتى لو كان الأمر هكذا دكتور عماد لم يتم إجباره حتى الآن يعني اسمع لي كي أفهم على الأقل بالتالي المشاهد الكريم يفهم الآن يعني كل ما أو جل ما ذكرت وحضرتك متعلق بالإنسان بالشخص الذي يدخل الخدمة العسكرية أو يتهرب منه أين شبهة الفساد هو الإقالة ليست لهؤلاء الإقالة لرؤساء المراكز المتعلقة بها التجنيد هل معناه أنه هما لم يستدعوا هؤلاء بصورة رسمية ربما هناك خلل في استدعاء شخص ما أو ترك آخر لأي سبب بتالي نحن أمام شبهة فساد يعني كل ما ذكرت وحضرتك جميل ولكن متعلق بالشخص إما أن يدخل أو لا رئيس مركز التجنيد كيف له أن يقع في فخ الفساد المسألة ببساطة كما يلي هناك مواطنين أوكران أعمارهم فوق الثمنتاش تحت الستين هؤلاء مشمولين مستقبلا في أي لحظة في أن يتم استدعائهم للمشاركة في الجيش ويتم تدريبهم داخل أو خارج أوكرانيا هؤلاء ليس لديهم خبرة في القتال وربما بعضهم يخاف من الحرب ولديه يعني فوبيا من الحرب بشكل عام أو بعضهم لا يريد الانخراط فيها لاعتبارات متعددة سواء كان عنده أسرة يخشى عليها أو كان حتى لا يريد أن يدخل في غمار هذه الحرب هؤلاء يلجأوا إلى الموظفين العسكريين عبر إعطائهم رشاوة والدخول إلى مدخل من المداخل التي توجد لهم إعفاء مؤقتين أو إعفاء دائم هذا الإعفاء يتيح لهم مغادرة الأراضي الأوكرانية مدام أنه غادر الأراضي الأوكرانية أصبح هو بعيد عن الحرب والجبهات من ناحية وبالمقابل استفاد للأسف الموظف العسكري الذي بيده القرار وإعطاء الإعفاء استفاد ماليا من خلال هذه الرشاوة وبالتالي هذه تعتبر جنحة تصنف خيانة كونها وقت الحرب وتصنف فساد إداري ومالي بشكل لهذا سألتك منذ البداية هي فساد أوخي الآن اتضحت رؤية وأنا بشكر حضرتك عليها دكتور عماد لكن سؤالي التالي هو أليس هناك دلالة زمن تزامن يعني الحرب تسرت عامها الأول وفي عامها الثاني أليس كذلك بالتالي صحيح لماذا الآن يا دكتور عماد وكيف تم كشف الأمر يعني فجأة كده تضحت الأمور فجأة رئيس الأوكراني فولودمير زيلينيسكي اكتشف حالات الفساد ودرجات الخيانة أو للأمر خيط آخر أنا لا أعلمه يعني يمكن أن أقدم مقاربة أستاذ محمد يعني عادة في أغلب الدول التي يتواجد فيها الفساد سواء إداري أو سياسي أو مالي أو غير ذلك هذا الفساد يكون بداية يعني له بداية هذه البداية ينتفع منها البعض سواء كان لمصالح أو وسطات للعلاقات أو للانتفاع المادي وبعد ذلك تزداد هذه المصالح وربما تتعدى إلى الجشع أو إلى المنفعة المتبادلة فتزداد ععداد الراغبين بالاستفادة من هذه الثغرة وبالتالي عندما تزداد هذه الثغرة لابد أن تنكشف في نهاية المطاف لا يوجد هناك حقيقة حتى الآن تحقيقات سريعة تثبت ما إذا كان هذا الأمر قد تم كشفه من قبل وتم السكوت عنه أو أنه يعني كان يعني في طي السر والكتمان ولم توجد دلائل والقوات أو الجهات الأمنية كانت تستدرج القائمين على هذا الأمر حتى تكشف الخيوط كاملة هذا الأمر سيكشف لاحقا وسنتابعه ونذكره بشكل من الحقار أنا بشكرك جزيلا وأثقل تعليق الحقيقة دكتور عماد شكرا جزيلا لضيفي من كييف الدكتور عماد أبو الرب رئيس المركز الأوكراني للتواصل والحوار على أمل لقاء سيدي شكرا جزيلا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا